في الفيديو السابق تحدثت على مدى التشابه ما بين مشروعي بين وجيسون من الناحية الأساسية ولكن يختلف كل المشروعين من حيث هيكل رأس المال وقد لحظنا ذلك من خلال المقارنة ما بينهما من حيث العوائد والأرباح الإجمالية وصولا إلى الأرباح التشغيلية حيث يتشابه كل من المشروعين إلى درجة كبيرة يجني كلاهما العوائد الاقتصادية نفسها من الأعمال الجارية وعلى الرغم من ذلك ولأن لدى كل منهما هيكل رأس مال مختلف سنلاحظ اختلافا واضحا أسفل الخط خاصة فيما يتعلق بوجود تكاليف فائدة مفروضة على مشروع جيسون وعدم وجودها في قائمة الداخل الخاصة بمشروع بين وبالتالي وبالنظر إلى وصول كل الطرفين نجد هنا في الأسفل الميزانية العمومية تلاحظ أنهم متماثلتان إلى حد كبير حيث يملك كلاهما عشرين ألف دولار نقدا وقد دونت ذلك هنا هذه هي الأسفل الخاصة بمشروع بين وتبلغ عشرين ألف دولار كما ويملك كل منهما بضاعة بقيمة مائة ألف دولار والتي جعلت ارتفاعها الأكبر في هذا الشكل بحيث تتناسب مع قيمة المبلغ يمتلك كلاهما كمية كبيرة من البضايا إذن يملك كلاهما عشرين ألف دولار لنكتب ذلك باللون ذاته كما يملك كلاهما ما قيمة عشرين ألف دولار من المعدات والأثاث ما يعني أنه لكل المشروعين نفس قيمة الأصول الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى إنتاج نفس قيمة العوائد المالية والأرباح كذلك أضف لذلك أننا افترضا أن كل المشروعين قد استأجر محله في موقعين متشابهين وهو ما يفترض حدوثه نتيجة لتشابه عوائد كل منهما الآن يكون الاختلاف بينهما فيما يحدث على الجانب الآخر من ميزانيتهم العمومية وهو ما قصدت به الاختلاف في هيكل رأس المال إذن دعوني أرسم الخانة الخاصة بالانتزامات المالية الوقعة على كلا المشروعين لنرسم خانة الانتزامات هنا ونرسمها هنا كذلك الآن يدينك لاهما بالمبلغ ذاتي في خانة الذنم مدهائنا ما يعني أنه ربما سمح لهم مورد الأحذية بالدفع آجلا بعد فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أشهر أو بضعة أسابيع أو ما إلى ذلك إذن يدينك لاهما بالمال للموردين وتم تسجيل المبلغ خمسة ألاف دولار في خانة الذنم مدهائنا في كل المشروعين سأكتب ذلك باللون الزهري إذن لديه خمسة ألاف دولار في خانة الذنم مدهائنا سأحاول جعل حجم هذا المبلغ تناسب مع قيمة المبلغ ككل إذن هذه هنا عبارة عن خانة الذنم مدهائنا والتي تبلغ خمسة ألاف دولار تتساوح ملتزامات المالية الواقعة على كل منهما الآن أين هو موضع الخلاف بينهما؟ إذن يمثل هذا المبلغ بشكل أساسي القيمة ذاتها والتي تساوي خمسة ألاف دولار إنه يمثل حوالي ربع حجم هذا الشكل ولم أرسم ذلك بشكل دقيق للغاية لكن يكمل الاختلاف بينهما في أن مشروع جيسون مدين بقيمة مائة ألف دولار في حين أن مشروع بين لا دين عليه بالتالي هناك التزام أو دين على مجر جيسون بقيمة مائة ألف دولار هذا هو الدين ويبلغ مائة ألف دولار في حين لا توجد أي ديون على متجربين دعونا تأمل هيكل رأس المال الخاصة بكل المشروعين فلكليهما الأصول ذاتها ويشير هيكل رأس المال إلى المبارغ التي دفعها كل المشروعين لقاء الأصول هل اقترضا المال أو قاموا بشراء البضاعة بدفعات أجلة أم لديهما حقوق ملكية كبيرة؟ ويمكنك أيضا ملاحظة ما تبقى من القيم تذكر أن حقوق الملكية تساوي الأصول لناقص الالتزامات إذن ما تبقى لدينا هنا هو حقوق الملكية وبهذا يملك كلهما مائة وخمسة وثلاثين ألف دولار من الأصول وبطرح مائة وخمسة ألاف هي قيمة الاتزامة المالية على متجر جيسون نجد أنه يمتلك حقوق ملكية قيمةها خمسة وثلاثين ألف دولار في حين وبالانتقال إلى مجاربين نجد أن حقوق الملكية الخاصة به أكثر بكثير ما يعني أن جيسون مضطر لدفع غربي رأس المال الذي يملكه لسداد الديون وبالنسبة لمشروعي بن فهو يملك مائة واربعين ألف دولار من الأصول وعليه خمسة ألاف دولار للتزامات مالية ما يعني أنه يمتلك حقوق ملكية بقيمة مائة وخمسة وثلاثين ألف دولار وبالتالي عند الحديث عن هيكلة رأس المال فإننا نعني بها كيفية تمويل الأصول ولا يقتصر الأمر على عساب نسبة الديون إلى حقوق الملكية بل ونتحدث أيضا عن كيفية تشكيل حقوق الملكية ويمكن الملاحظة إلى أنه نتيجة لأن حقوق الملكية لدى المشروعين مقسمة إلى عشرة ألاف حصة فهذا يعني أن كل حصة من هذه الحصة تبلغ واحدا على عشرة ألاف من إجمالي حقوق الملكية وبالتالي يمكنك قسمة هذه القيمة على عشرة ألاف حصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر